الليلة الحمد لله رب العالمين قواتكم المسلحة بحمد الله و بفضل الله سبحانه وتعالى أتقدم التقدم كبير جدا الحمد لله رب العالمين على هؤلاء المجرمين الفلنقايات المرتزغة الخوانة على مستوى بحري الليلة إن كان معاقل الدعم السريع على مستوى بحري الحمد لله رب العالمين أربع دفارات مليانة إن كان فطايس حاولوا بقدر إن كان يجلوا فطايسهم من بحري والحمد لله رب العالمين أضيف لهم أربع دفارات تاني مليانة دين ما قدروا يشيلوهم أربع دفارات أخوانكم الحمد لله رب العالمين عبروا النيل وعبروا كبر الحلفاية وعبروا الحمد لله رب العالمين باقي لنا حاجة بسيطة جدا في كبر سوبا وكبر المقنمر الحمد لله رب العالمين تمت النظافة وتمت النظافة على مستوى كبر الكوبر وإن كانت كلها من بشريات النصر الحمد لله رب العالمين جاتنا من الخرطوم ودي آخر معاغل التمرد وآخر معاغل الجنجويد الحمد لله رب العالمين اليوم أكثر من خمسين مسيرة شقال يعني ضرب من كل الاتجاهات في الجنجويد ودور فيهم الساخوي والميج الحمد لله رب العالمين والمدفعية وأخوانكم على مستوى سلاح الإشارة وأخوانكم في كنري كلهم عبروا عبروا البحري والليلة كانت الصيام في بحري الليلة الإفطار كان في بحر الحمد لله رب العالمين ودي جمعة ياسر العطة اللي قال أخوكم أخونا صرفة قال دي جمعة ياسر العطة والليلة كانت الحمد لله رب العالمين الجمعة دي يوم مبارك والليلة يوم الجمعة دي كان يكون اكتر يوم يوم اشتد فيه الوطيس على هؤلاء المجرمين الخوانة انا ابشركم واطمنكم الليلة فقط 276 هوان 276 دعامي فيهم 126 دي شالوهم بالدفارات اربعة دفارات حاولوا ان يجلوهم من مناطق المعركة وهم كلهم الحمد لله رب العالمين فطصة ومشهول الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين باقي الفطصة كلهم ما قدروا يجلوهم والليلة المنظمات شقالة انكن بقدر امكان نظافة في الشوارع ونظافة في بيوت الناس على مستوى الخرطوم وعلى مستوى الدرمان الحمد لله رب العالمين الليلة اخوانكم في الهجان امريش تحركوا تحركوا كبير جدا شرق الابيط وتحركوا تحركوا كبير جدا غرب الابيط وتم نظافة كل الهوانات وعملوا لهم كمائن محكمة كلها كانت كمائن الليلة كمائن في بحري الحمد لله رب العالمين كل الهلكة كلهم عرباتهم إضافة للصرص وركام معاهم إضافة للمدرعات السائقين إضافة للتاتشرات السائقين أكثر من 76 تاتشر الحمد لله رب العالمين كلها لدون يزايل يزايل نعيمكي أنا مبشر الناس وأطمئن الناس وبرسي الرسالة جداً لأهلنا في دارفور الآن الرسالة قاعدين رسلوها الجنجويد إن كنا نحن رسلنا لأخواننا على مستوى الفيس والبتكلم عنهم إنه دي الفلنقايات والنازل تابعين للجيش السوداني وتابعين لدولة 56 ودولة الفلول نحن الآن كلنا عدونا واحد اللي هو التمرد وعدونا واحد اللي هم الجنجويد المرتزقة وعدونا واحد اللي هدوية الشر ودوية الأمارات وال86 غناء الزكرة غناءت الأناضل التركية دي للناس الآن اللي بيقوا عدو للشعب السوداني وعدو للجيش السوداني وعدو لأهلنا في دارفور تم تشريد أهلنا في دارفور هم الجنجويد وتم حرق أهلنا المسالي الأحياء على مستوى دارفور هم الجنجويد وتم إبادة أهلنا في دارفور من 2003 هم الجنجويد دي ما دولة 56 ولا دولة الفلول ولا دولة الشماليين اللي بتكلم عنهم عشان كده زي ما قال أخونا من أبناء دارفور من أبناء المساليد قال لهم أننا عبارة عن كلب سعران والكلب السعران دار إحنا أول حاجة نقتل كلب السعران بعد ذلك نمشي الحاسب سيد الكلب السعران ونقول لهم تربيت الكلب السعران له نحنا كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى عادونا بيقى واحد اللي هو التمرد وعادونا واحد هم الجنجويد الآن المنتشرين على مستوى الجزيرة ومنتشرين على مستوى الخرطوم ومنتشرين على مستوى دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى عبر أخوانكم في قوات العمل الخاص وقوات المسلحة الليلة الكمين كانوا ناجح جدا الحمد لله رب العالمين في بحري كانوا في بحري وكانوا يتجمعوا في بحري لكن كل عرواتهم الآن في يد الغوات المسلحة إضافة للأسرة وإضافة للفطايس أكثر من دفارين أربعة دفارات فطايس الليلة الحمد لله رب العالمين كانت في بحري و nuggets ونوقفنا العمليات على مستوى الخرطوم على مستوى درمان والحمد لله رب العالمين في تقدم كبير جدا في بعض الشكاوي جاءتنا من أهلنا في جزيرة أن المتحركات بتاعة الجيش السوداني المتحركة من سنار والناس التي تحركوا من الدمازين والناس التي تحركوا من المناقل والناس المتحركين من النيل الأبيض لحد الآن ما دخلوا الجزيرة جوها لكن أنا بقول ده أنه بعض الآراب تحت الهوارات والمرتزقة من قوى الحرية التقير لكن الحمد لله رب العالمين الآن المتحركات دي كلها تحركت متحرك يوم القيامة تحرك بصورة كبيرة جدا الآن داخل الجزيرة والمسيرات الآن استلمت مواقعة وإن شاء الله نبشر الناس خلال الشهر الفضيل قبل ما انتهش هذا الرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى حتكون في بشريات وحيكون في أمل كبير جدا وحيكون في رجعة كبيرة جدا لكل الناس الآن الموجودين على مستوى مصير والموجودين على مستوى الجزيرة والموجودين في كل معسكرات النازحين إن شاء الله يرجعوا لبلدهم ويرجعوا لولاياتهم ويرجعوا بإذن الله سبحانه وتعالى لديارهم وحواظهم والاجتماعية الآن التمرد انتهى تماما الليلة التمرد الآن في نهاياته الحمد لله رب العالمين في بعض الجيوب في بعض المناطق اللي هي في بحري وفي سوبا وفي شرق النيل اللي هي الأمضوهم بان وبعض المناطق المجاورة لشرق النيل وبعض المناطق الآن الموجودة على مستوى رفاعة وعدد بسيط جدا من شرق الجزيرة والناس يقال المليحظون في شغل كبير جدا وشغل نوعي يعني الليلة لهم الليلة بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى حيتم نضافة كل الهوانات المرتزقة بإذن الله سبحانه وتعالى من كل الولايات السودان المختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا أبشر الناس وبشر الشعب السوداني الحربharجة جاءتنا محن من ربنا سبحانه وتعالى وجادنا امتحان من الله سبحانه وتعالى وابتلاء لكن الحمد لله رب العالمين نجحنا في الابتلاء بين صبرنا وبين سباتنا وبين سبات القوات المسلحة نجحنا نجاح كبير جدا الحمد لله رب العالمين وانتصرنا انتصار كبير جدا الليلة كل الارتكازات في الخرطوم وفي مدرمان الحمد لله رب العالمين كلها كاكي أخضر وكل الناس الآن الموجودين على مستوى مدرمان بيأكدوا ذلك والشبكة بدأت ترجع لأهلنا على مستوى الخرطوم على مستوى مدرمان شبكة زين وشبكة سوداني والناس ممكن تزأل انه المتقدم الجيش السوداني والمتقدمين الهوانات والمرتزغ المجرمين الخوانة الآن المتقدمين الجيش السوداني تقدم كبير جدا في كل المحاور كل المحاور اذا كان على مستوى دارفور اذا كان على مستوى الجزيرة اذا كان على مستوى ولاية الخرقوم والحمد لله رب العالمين دي بشريات كثيرة جدا الليلة طبعا دي ويلة الشر حاولت انه ترفع بلاغ في الشعب السوداني في الجيش السوداني وحاولت أنه تشتكي الحكومة السودانية بحجة أنه الحكومة تهمتها بحجة أنه قاعدة تدعم التمرد ونحن بعد ذلك أنا بقول لأخونا ياسر العطى وبقول لأخونا شمس الدين الكباشي وبقول لأخونا البرهان بعد ذلك اللي عليننا الملفات وبعد ذلك الحرب بيقى تحرب بتاع التقارير وحرب بتاع الملفات وحرب بتاع التوسائق الآن موجودة عندنا في يدنا الآن في يد الجيش السوداني بدعم الهوانات من دولة الأمارات ودويلة الشر وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان مجلس الأمن بيخدم غرض أو الأمم المتحدة قاعدة تحديم غرض نحن كشعب سودان الآن مضررين تضرر كبير جدا من هذه الدويلة ودويلة الشر وعندنا على كل الملفات البتزبي الزالك والوسائق السابطة البتزبي الزالك والآن الحرب بيقد حرب بتاعة وسائق وحرب بتاعة ملفات قوية جدا بإذن الله سبحانه وتعالى نقدر ندفع باعة على الأقل في مجلس الأمن الدولي لأنه نحن نجوز من المجلس الأمن الدولي ونحن نجوز من الأمم المتحدة ونحن نجوز من العالم لا بد من أن يكون عندنا الكرت الضاغط لأنه الليلة أخونا يسر العطفي تصريحات قوية جدا في كل ولاية السودان وتصريحات للشعب السوداني وتصريحات أخونا البرهان وتصريحات كل الجيش السوداني الآن بيزبط تماما أنه دولة الأمارات هي داعم أساسي للحرب ودعم أساسي لهؤلاء المتمردين الخوانة إذا كان عبر ليبيا إذا كان عبر تشات إذا كان عبر أي دولة نحن عندنا الملفات وعندنا الوسائق اللي بتثبيت ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وبعدب بيناتنا إن شاء الله القانون وبيننا بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس الأمن الدولي إذا كان أصلا بيخدم قرد ويزبين جامعة الدولة العربية إذا كان بتخدم قرد لكننا نحن مستمرين في البل ومستمرين في الدبل بإذن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين الخوانة والجيش السوداني مستمر بصورة كبيرة جدا وبأغوى مما كان عليه بإذن الله سبحانه وتعالى وكلما يوم بإذن الله وذلك الفضل من الله يوميا حتسمعوا بانتصارات ويوميا حتسمعوا بأن هؤلاء المجرمين الخوانة عردوا من موقع من المواقع والحمد لله رب العالمين الليلة الجيش السوداني مسأل الحكومة السودانية ومسأل الشعب السوداني بإيقافة النفطة القاعد يمشي لدولة جنوب السودان لأن دولة دعمة برضو للجيش التمرد بصورة رسمية ودعمة للتمرد عبر يوقندة وعبر حدود دارفور مع الأفريقية الوسطى وقاعدين يدعمون دعم مباشر لهؤلاء المجرمين الخوانة وكلهم يزبط الكلام ده يزبط كل الملفات والتقارير والمخابرات العالمية والتزبط ذلك عشان كده نحن نقول للناس نأكد لهم أنه تم إيقافة النفط بصورة رسمية من دولة جنوب السودان تاني ما في حاجة يسمى نفط يعبر عبر سودان الناس ديال بيشيلوا النفط عبر بور سودان وقاعدين يجيبوا بها أسلحة لهؤلاء المجرمين الخوانة قاعدين يشيلوا دهبنا من الجيشة من الشعب السوداني ويشيلوا دهب جبل عامر ودهبنا الموجودة على مستوى الشمالية ويجيبوا أسلحة وزخائر لهؤلاء المتمردين الخوانة ومسيارات عبر الزرب اللي هي الموقع بتاع الزرب في دارفور قاعدين يجيبوا لهم عبر الأسلحة والمسيارات وغيره نحن إن شاء الله كجيس سوداني الآن الجيش السوداني مفوض تماما من الشعب السوداني والحمد لله رب العالمين لدحر هؤلاء المجرمين الخوانة الآن أخواني الكرام قواتكم المسلحة بتقود معارك قوية جدا في تخوم القطارف مع قوات قجة والآن قاعدين يقودوا معارك ضارية جدا على مستوى شرق الجزيرة والحمد لله رب العالمين الليلة كبدناهم خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد كبدناهم خسائر فادحة جدا الليلة على مستوى أسلحتهم وزخيرتهم على مستوى القناصة اللي كانوا موجودين أصلا على مستوى بحري والموجودين على مستوى شرقنين والحمد لله رب العالمين اشتغل فيهم الميج واشتغل فيهم الساخوج واشتغل فيهم الطيارة الأبابين واشتغل فيهم المسيرات واشتغل فيهم المشاة والكماشة القوية جدا من أخوانكم في هيئة العمليات وأخوانكم في قوات العمل الخاص عبر الأحياء وعبر الكبار الموجودة اللي كانوا موجودين فيها وكانوا مستغرين فيها وكانوا مرتكزين فيها على مستوى كبر المكنمر وعلى مستوى كبر الكوبر وعلى مستوى كبر المنشية والان الناس يقالين نظافة كبيرة جدا باذن الله سبحانه وتعالى خلال اليومين المقبلين وخلال الفترة المقبلة ان شاء الله ستسمعوا بان الخرطوم خالية تماما من التمرد وخالية تماما من الجنجويد باذن الله سبحانه وتعالى وذلك الفضل من الله الليلة الحمد لله رب العالمين بشر الناس وأضمن الشعب السوداني عندنا أكثر من تزعمية من تزعمية ألف مش تزعمية تزعمية ألف قرابة المليون من المستنفرين كلهم الآن داخل الخرطوم كلهم الآن داخلهم درمان والحمد لله رب العالمين الآن بدوا ينتشروا في الشوارع مع أخوانهم في المرور وأخوانهم على مستوى الشرطة وأخوانهم على مستوى الأجهزة المختلفة على مستوى أجهزة الدولة المختلفة الآن فاعلة بصورة كبيرة جدا في أي موقع من المواقع والليلة بدت الشهادة السودانية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الناس هينزلوا الشهادة السودانية حسب الكلام القاله أخونا مدير عام وزارة التعليم العام دي الحمد لله رب العالمين دي كلها من البشريات ودي كلها من الاستغرار الآن الدارين ونحن على مستوى الدولة ودي كلها من العودة الطوعية ركبين كتبت عائدون الناس طبعا افتكروا كل عائدون دي بفتكروا الناس الجبهة الإسلامية ويستغروا العائدون دي certainly على حركة الإسلامية لكن عائدون أنحن كمواطنين وعائدون أنحن بإذن الله سبحانه وتعالى كشعب سوداني لدياره والشعب السوداني حيرجع بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ده فهمنا معاهم ودي دقنا لهم ودعا الحمد لله رب العالمين الضربة الموجع لهم الحمد لله رب العالمين وذلك الفضل من الله كل الدول التي كانت دعماهم الآن وبدت تقييف منهم وبدت الآن طبعا الدور الضعيف دور الدولة الضعيف دائما بيجأ لمجلس الأمن الدولي الليلة الأمارات بعد فقدت السند وفقدت تماما أن القوة الموجودة على مستوى الخرطوم وفقدت الإنقلاب المفروض يتم في 72 ساعة وفقدت الماليشيات الجايباء من كل الدول أكثر من 9 دول لجأت لمجلس الأمن الدولي عشان تشتكي لحكومة السودان ونحن نتمنى أن يشتكون لمجلس الأمن الدولي وليشتكون لأمريكا ويشتكون لأي دولة بإذن الله سبحانه وتعالى نحن قادرين نطيع أي دولة وقادرين بإذن الله سبحانه وتعالى ندافع عن أرضنا وندافع عن عرضنا وندافع عن حرائرنا وندافع عن بيوتنا وندافع عن أرضنا بإذن الله سبحانه وتعالى السودانية بدون أي هواتة ولا خايفين من زول ولا خايفين من أم واحد ولا خايفين من جنجاوتاوي ولا خايفين من دولة الآن تحاول أن تدعمن والحمد لله رب العالمين ذلك النصري من الله سبحانه وتعالى لقد تهيه سينا جميل جدا الحمدلله في تقدم كبير في بحري ومزده كان في شغل أجيب مرواعات وناز حزرت النازل في شرق النار كله وقش عزب انه يستلم بحري واستلم كوري وكوبر قائد خش الخرطوم فهذه بشيرات جميل جدا بردو في تقدم متماعين في جزيرة يعني جيش الآن قائد يكفي المداخل ومخارج في ولاية الجزيرة يعني ما يفي جنجويدي انت تقدر تطلع او يجيك فزا ينغزك من ورطة جايك في الجزيرة دي لما بل يبدأ ما يفي زول بيجي بنغزك ولا دعم بجيك دي القطة الماشية فوقه ما تسمع عشعات بتالقاه التالي لكن الشيء المام مفهوم يقولنا ناس الجزيرة دي بزد ناس البطانة بيستقبلوا كيكل في افطاراتهم دي يعني داك ما كلام زول انه مجبور يستقبل كيكل كلام زيجان و المناسب لك كل من يتجو أن يحضر في جناة التالي يعني سلاة بالله يندعان كيف هو جيش ليس مجزيز والإسم إجابة لم تسمع يمكنك من أن يتجو أن يتجو أن يكون في جيزيرة زيجان يعني رمضان أدوهم يا جيش الآن يكون قم بزيد الحمدلله جيش متقدم في كل مكان ورم بغررر شمه تتعلم لكن الملف هو الذي يتجو أن أنهم ومخارج معي في الجزيرة عندما يكون الغالتاهم في المتصلة إلى عبارة ونقرحةه كيكي تكون الدليلية في ادوان والسماعة بالدليل في الأدوان يكون قلن بلادائها امارات 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 من يتحى اللعبة ثم تحارك سيكون حاجة ندا كل دعام بشكل طبعي كل دعام القسمة في المتصلة في المستفيدات ترتضي بعد الأسكار لكن هذه النموات محضرة من الناس وكادراننا أننا نحاول الذين نحاولون من الوصدان نحاولون من الوصدان ومن المفصلين على هذه الأشياء ولكن من المحاولات والتصرفات بالحرب وإنهم خلالنا نحاولون حياة وإنهم تحتاج الوصدان